بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر إذاعة القرآن الكريم من الدوحة في هذا اللقاء الجديد عبر الأثير من برنامج ربيع القلوب الموسم الثاني في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتوقف عند آيات من كتاب الله عز وجل من سورة قاف في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد سورة قاف مستمعين الكرام هي سورة مكية بالاتفاق وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد ومعلوم أن السورة المكية عنيت بمعالجة فساد العقيدة في أمر الألوهية وإنكار البعث ومسألة الرسالة فكانت هذه السورة شوطا في ذلك الدرب الطويل الذي سلكه القرآن الكريم وهو يقتلع جذور هذه العقيدة الفاسدة وذلك بإراد شبههم في البعث والرد عليها بالحجج والبراهين البينة الدامغة في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتوقف عند هذه الآيات نتدبرها مع ضيفنا الفاضل فضيلة الداعية الإسلامية الدكتور محمد راتب النابولسي ضيف البرنامج دائم حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا وسهلا بكم من جديد بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم وأكثر من أمثالكم حفظكم الله فضيلة الدكتور لو توقفنا بداية حول المعنى الإجمالي لهذه الآيات والسياقية وعلاقتها لما قبلها أحيانا أزلفت يعني اختربت في معنى دقيق جدا الإنسان كلما عمل عملا صالحا يشعر بأعماق قلبه أنه اخترب سببا من الجنة هذا ثمن الجنة لأنه مثل إذا أنت شفت بيت فخم جدا قصر منيف ومبلغه كبير إلا أك مبلغ لا بأس به فأنت فكرت يكون هالمبلغ معد لشراء هذا البيت فكلما جاءت مبالغ كبيرة قربتك من أمل ببلوغ شراء هذا القصر هذا معنى الاقتراب العمل الصالح بأربق من الجنة أربق سببا مواقعا قد يكون هيعيش تسعين سنة هو الآن بالعشرين بس العمل الصالح قربه من الجنة سببا عمل تاني عمل تالت يعني تزوج امرأة صالحة أنجب أولاد أبرار رباهم تربية عالية له عمل صالح بالدعوة له عمل صالح بإطعام الفقراء الأعمال الصالحة تقرب المؤمن سببا من الجنة أول معنى الاقتراب السببي من الجنة أما حينما يعني يشعر أنه انتهى أجله الله عز وجل بكافء أن يريه مقامه في الجنة هذا اقتراب حقيقي صار لذلك يقول هذا المؤمن إذا وصل إلى باب الجنة لم أرى شرا قط في حياته كله هل يمكن فضيلة الدكتور أن يحتمل معنى هنا جنة الدنيا وجنة الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان أي كالشمس واضحة ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة بعضهم قال جنة الدنيا جنة القرب من الله القرب منه سعادة كبيرة جدا يعني عفوا ناذى في الظلمات سيدنا يونس ألا إله إلا أنت في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سيدنا إبراهيم وهو في النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيدنا محمد بالغهار لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمي لرآنا قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك يعني عفوا سيدنا رسول الله أثناء الهجرة إنسان ملاحق ملاحق مهدور دمه مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا والناقة تعني أني للتقريب مرسيليس الآن مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا وصل إلى حدود معينة فتبعه سراقة طمعا بالمئة ناقة كي يأخذها إن قبض عليه وأخذه إلى قريش لو أخذ جثته مقبول قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرة دقيق شيء ليصدق إنسان ملاحق مهدور دمه مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا يعي السراقة بسوار كسرة يعني أنا سأصل إلى مدينة سالما وسأنشئ دولة وسأنشئ جيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم وسأنتظر وسوف تأتيني كنوز كسرة ولك منها يا سراقة سوار كسرة شيء مثل خيال سيدنا عمر جاءت الكنوز وقف صحابي أمسك رمحه مترين ثلاثة متار طوله رفعوا قدر ما يستطيع صحابي آخر بالطرف الثاني ما تراءت رمحهما كنوز قال أين سراقة سيدنا عمر جاء بسراقة ألبسه سوار كسرة وقال بخن بخن وعيرابي من بني تميم يلبس سوار كسرة وعود الله قائم أخي الكريم بأي وضع هذه الأمة لا تموت لكن تضعف أحيانا أو تنام يا تنام يا تضعف لكن لا تموت أبدا وعود الله قائمه ومن أنفذه يعني الله عز وجل لا بد من أن تنتصر هذه الأمة هذا وعد الله سابت والأكيد هذا ما توعدونا لكل أواب حفيظ هل الأواب الحفيظ هي تقييد؟ أواب أواب صيغة مبالغة في آيب وفي أواب صيغة مبالغة تفيد الكم أو النوع إما مبالغة عدد أو مبالغة نوع فهو أواب يعني كثير الأوب إلى الله كثير الرجوع إلى الله كثير الدعاء كثير الاستعاذة كثير الاهتداء بنور الله بمنهج الله كثير العبادات كثير الثقة بالله عز وجل أواب حفيظ يحفظ أمر الله لا تزل قدمه لا يأكل مالا حراما ولو كان وحده ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبئ الله بشيء من عمله وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط سيدنا العباس كان معتكفا عند رسول الله بعد وفاته رأى إنسان بحالي مؤلمة جدا قال له ما لك قال له والله ديون ركبتني ما أطيق سدادها قال له لمن قال له لفلان قال له سيدنا بن عباس أتحب أن أكلمه لك قال له إذا شئت الآن دقق قام من معتكفه الاعتكاف عمل عظيم وعمل في أجر كبير قال له أحدهم يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف قال لا والله ما نسيت ولكن سمعت صاحب هذا القبر والعاد به قريب لأن أمشي مع أخ في حاجته خير من صيام شهر واعتكافه في مسجد الآزة قيمة العمل الصالح قيمة معاونة الناس قيمة تلبية الحاجة قيمة إطعام الفقير قيمة تأمين الخائف قيمة إكساء العاري العمل الصالح علت وجودنا يعني النبي يقول بحديث رائع جدا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم هذا الضعيف إن أطعمته إن كان جائعا كسوته إن كان عاريا علمته إن كان جاهلا علشته إن كان مريضا أمنته إن كان خائفا يتفضل الله عليك في عليائه فيكافئك مكافأة من جنس عملك فيلطرك على من هو أقوى منك لذلك الطريق الوحيد إلى أن ننتصر على من هو أقوى منا أن نعين الضعفة الطريق الوحيد إلى أن ننتصر على من هو أقوى منا وما أكثرهم أن نعين الضعفة إنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هنا فضيلة الدكتور محمد راطب النبلسي هل هنا يعني كأنه هي فيها شرح لصفات أهل الجنة المتقون الأوابون ما معنى خشية بالغيب من خشية الرحمنة بالغيبة لأنه إنسان شهر عليه مسدس رأى المسدس فالخوف محقق لكن البلغيب يعني يعلم أن هذا شيء محرم ما في عقاب جاهز يعني بتعبير آخر لو يأتي ثواب عقب الذنب ألغي الاختيار أما أنت تعمل عمل صالح تنفق مالك بتعاون ضعيف ما أجاك شيء خلال فترة مسيطة أو طويلة لو جاء العقاب أو الثواب عقب العمل الصالح أو عقب السيء مباشرة ألغي الاختيار كليا كانت الأمور واضحة أبدا كل إنسان أكل ما الحرام يقتل عظمة الدين اختبار لك أن تفعل السلبيات لأمد طويل وأنت بصحة طيبة والضغط 8-12 والضبط 80 نبضة وما عندك ولا مشكلة صحية ويمكن أن تعمل أعمال صالحة كثيرة وما في عندك شيء مخابله تأخير الثواب والعقاب يؤكدوا الاختيار ويؤكدوا الامتحان هذه نقطة مهمة جدا فالمؤمن يخشى الله بالغيب والجنة ما رأىها الجنة بس هو يصدق ما فيها لذلك قالوا في عنا يقين حسي ويقين عقلي ويقين أخباري والمعنى دقيق جدا اليقين الحسي أن ترى بحواسك الخمس خمس حواس يعني أدواته الحواس الخمس أدواته الحواس الخمس واستطالاتها كالميكروسكوب والتليسكوب هل اليقين حسي لشيء ظهرت عينه وأثاره عينه وأثاره يقين حسي هلأ غابت عينه بقيت أثاره يقين عقلي جيدار وراءه في دخان تقول أنت لا دخان بلا نار يقين عقلي هذا لشيء غابت عينه بقيت أثاره التالتة شيء غابت عينه وأثاره معا يقين إخباري لذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم عندي يقين حسي أدواته الحواس الخمس واستطالاتها عندي يقين عقلي لشيء غابت عينه بقيت أثاره وعندي يقين إخباري أما أن يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت لم ترى هذا العلماء قالوا ينبغي أن تأخذ إخبار الله لك وكأنك ترى نحن بين يقين حسي حواس خمس واستطالاتها يقين عقلي لشيء غابت عينه بقيت أثاره أذاته العقل يقين إخباري الثالث لشيء غابت عينه وأثاره أذاته الخبر الصادق ومن أصدق من الله حديثا لذلك يخشن ربهم بالغيب دنيا فيها كل شيء فيها ملاهي ليلية فيها دور سينما فيها ظلم فيها قهر فيها قتل والأمور ما شيء طبيعية ما بيجي يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله وسلم من عبادة غير الله لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طيب فضيلة الدكتور هنا في قولي تعالى من خشية الرحمن بالغيب ما فائدة إثار اسم الله الرحمن على اسم الجلالة في هذه الأيضة هذا اسم الله الأعظم نحن في عنا معلومات دقيقة عن اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم في أقوال كثيرة أرجح الأقوال أن لكل مؤمن اسم الله الأعظم فالفقير اسم الله الأعظم عنده المغني والمنظوم العدل والمقهور الشافي في اسم أعظم له علاقة بحالتك فالمريض مرض عضال الشافي اسمه الله الأعظم الفقير المغني المظلوم العدل هذا رأيه دقيق جدا وقد يكون الرحمن اسمه الله الأعظم الرحيم رحمن في ذاته رحيم في خلقه ما هي الخشية الحقيقية النافعة المقصودة في هذه الآية من خشية الرحمن من دول رقابة الفكرة دقيقة جدا أنه الإنسان إذا اجتنى بمعصيد الله وهو وحده ما فيه القيب عليه يعني عفوا ما هذا الصيام وحدك بالبيت والحرارة 51 وعطشك لا يوحد مال والبيت وحدك فيك تفتح السلاج تأخذ كأسين ماء ما أحد يعلم في الأرض قالوا الصيام عبادة الإخلاص الله يراك من خشية الرحمن بالغيبة يعني ما فيه رادع ما فيه رقابة ما فيه كاميرا ما فيه ضبط ما فيه شرطة هذه بطولة أكبر بكثير من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبئ الله بشيء من عمله هذه مرة ثانية من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبئ الله بشيء من عمله إطلاقا هذا الإخلاص القلب المنيب فضيلة الدكتور يعود إلى الله دائما العلماء فسروا عدة معاني شوف سيدي أنابى رجعة قال هو لا عمل حادث عمل حادث فيه سبب أعمق من خطأك بالقيادة أعمق الدخل قال كثير فيه خطأ أعمق من أنه دوامك بالمحل قال فيه قضية عميقة جدا أنت البطولة أن تبحث عن الأسباب البعيدة للقريبة كل شيء له سبب قريب بس كلما فقهت في الدين أكثر بعثت عن سبب بعيد أكثر في الآيات أيضا فضيلة الدكتور أدخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود أدخلوها بسلام فيه يعني إشارة إلى روعة الحالة النفسية التي ينعم بها أهل الجنة في بداية دخلهم للجنة أنه الحقيقة كل شيء أوله مدهش ثم تؤلف الجنة لما تؤلف يرتقي من مستوى النعيم بما في الجنة إلى النظر إلى وجه الله الكريم كما بالجنة في درجات أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم يغيب من نشوة النظرة خمسين ألف عام الخلود شيخنا ما معنى ذلك يوم الخلود ولماذا سمي بذلك لأنه أنت أنت تعيش في أرض في ليل ونهار في عدد في أشهر في سنوات في قرون في حقب أما الجنة إلى أبد الآبدين أنا أقول كلمة دقيقة جدا يعني تصور واحد بالأرض وأصفار للشمس مية وستة وخمسين مليون كيلومتر وكل ميلي صفر ما هذا الرقم واحد بالأرض أصفار للشمس والمسافة مية وستة وخمسين مليون كيلومتر وكل ميلي صفر ما هذا الرقم هذا الرقم إذا نسب للنهاية صفر فأنت خلقتها للنهاية لجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الأبد هذا الخلود هذا هو الخلود فأي رقم عملك رقم مذهل واحد قدامه 164 مليون كيلومتر وكل ميلي صفر هذا الرقم إذا نسب للنهاية قيمته صفر بالرياضيات لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد المزيد قالوا النظر لوجه الله الكريم في حرعين في طعام في جنات من تحتها الأنهار كل أوصاف الجنة موجودة ولدينا مزيد قال علماء النظر لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشدوا منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص يعني عدنا من بعد الوعد للوعيد لأن الأيات قبل وأزلفت الجنة يوم نقول الجنة هذا التوازن هل امتلأت وتقول هل من مزيد يعني دائما الحقيقة هذا درس للدعاة درس للآباء للأمهات للمعلمين الردع بقابله التبشير القمع بقابل الإكرام لما أنت بتستخدم شيء واحد أخطأت خطأ كبير خرجت عن منهج رسول الله ففي تبشير وفي تحذير في إكرام وفي عقاب إن جمعت بينهما حقق الجمع توازن عند الإنسان هذا طريق خطير له بديل لكن بديل رائع جدا الدعاة للآباء الأمهات الخطباء العلماء لابد من أن تجمع بين المتقابلين جنة ونار ملائكة وشياطين أبد ووقت قصير هذا الجمع بين المتقابلين يعطي توازن بالإنسان وفي عنا مرض نفسي اسمه عدم التوازن يعني عبدي رجعه وتركوك وفي التراب دفنوك ولبقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت عدم توازن فنقبوا في البلاد العلماء فسروها ساروا في البلاد يبتقون الرزق عدد من التفسيرات أو بحثوا عن استروات ما الميزة هنا في هذا الإشارة أنه فنقبوا في البلاد هل من محيص محيص يعني اللي هو ما في نجاة من هذا المصير ما في مفر يعني شو العلاقة بينه فنقبوا في البلاد هل من محيص نقبوا في البلاد يعني أرادوا استخراج السروات لينتفعوا بها نعم أرادوا استخراج السروات لينتفعوا بها لكن مدام الموت حتمي هذا العمل غير مجدي رجعه وتركوك وفي التراب دفنوك ولبقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت قبلهم فضيلة الدكتور محمد راتب النبلسي المقصود بهم أي قبل قريش هذا المعنى وكم أهلك إن قبلهم من قرن والله يا سيدي هو أن قاعدة أصولية بالفهم المطلق على إطلاقه إذا ما في تخصيص للمطلق يبقى مطلق قبل قريش وقبل من ادعى كذا وقبل من قال كذا مدام فيه ما في تخصيص العام لا يخصص بنفس النص في هذه الآيات فضيلة دكتور محمد راتب النبلسي في ذكر الجنة وذكر النار وذكر العقاب في الآية التي تليها ما هي المعاني التربوية التي يمكن أن نستنبطها من هذه الآيات يعني الحقيقة دعوة إلى العمل للجنة معظم الناس يعملون للدنيا والدنيا قصيرة أمام الجنة الدنيا جيفة طلابها كلابها الدنيا دار من لا در له ولا يسعى من لا عقل له الدنيا محدودة يعني الموت ينهي كل شيء ينهي قوة القوي وضعف الضعيف ينهي وسامة الوسيم دمامة الدمين ينهي منصبا رفيعا وينهي عملا إلى آخره واحد اشترى فندق بباريس 80 طابق كومبليت دائما تاني يوم في مشكلة في نقل ملكيتو جاءته جلطة ومات وانتهى الأمر في واحد من كبار أغنياء بلد ساحلي عمر قصر يفوق حد الخيال رأيته بعيني وعمر قبر له يفوق حد الخيال مات سقطت طائرته في البحر دفع الزوجته 100 ألف لإنقاذ الجسة فقط كي تدفن في هذا القبر ما أتي حاله ذلك بطولة أن تعيش الآخرة أن تعيش طاعة الله ورحمته أشكركم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الدائع الإسلامي على هذا اللقاء في برنامج ربيع القلوب إذن مسلمين الكرام توقفنا في هذه الحلقة عند قوله تعالى في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤنا فيها ولدينا مزيد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين الفاتحة